اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الأعوام التي اعتلت فيها بريطانيا العراق في بداية القرن الماضي يعني على الأقل هي دخلت العراق في عام 1914 دخلت عن طريق الفا ووصلت إلى بغداد واعتلتها البغداد عام 1917 فتبرى الاحتلال من عام 1920 يعني تبرى الانتداب على العراق على الأقل من سنوات 1920 إلى 1932 لحين دخول العراق في عصبة الأمم المتحدة كان هناك شخص يدعى المندوب السامي البريطاني كان في ذلك الوقت أشهر شخصية هو برسي كوكس كان هذا الشخص هو المتحكم بكل السياسة العراقية كل ما يخص العراق سياسيا اقتصاديا اجتماعيا هو الذي يبت بهذا الموضوع هو القائد الأعلى للعراق كله برسي كوكس هو من يدير السياسات هو من يوجه العراق هو من يقبل ويرفض هكذا كان مندوب السامي كان يسمى المندوب السامي وهذا المندوب السامي ترعى الدول الاستعمارية وبريطانيا بالتحديد يعني بديلا لسلطتهم البعيدة في احتلال البلدان جعلوا مندوب عنهم موجود هناك هو الذي يدير الأمور وهو من يكون مرجعهم في هذه البلدان بعد احتلال العراق عام 2003 احتلاله امريكيا عام 2003 واغرنا بول بريمر وغيره وحاكم الحاكم المدني الامريكي للعراق وراح وجدت حكومات الاحتلال لمدة عشرين سنة وتعاقب طوال هذه الفترات سفراء كثيرين الوقت المتحدة وبريطانية واخيرا في الفترة الاخيرة الاشهر الاخيرة جتنا سفيرة اسمها سفيرة امريكية اسمها علينا رومانوفسكي هذه السفيرة فقط في يعني حصائية في شهر واحد يعني اكثر من سبع مرات التقت بما يسمى بالرئاسات يعني رئاسة الجمهورية رئاسة البرلمان رئاسة الوزراء ورئاسة القضاء الأعلى اكثر من سبع مرات في شهر واحد التقت بغالبية الوزراء التقت بالشمال يعني بالحزاب الكردية والمسؤولين هناك بالشمال التقت مع منظمات المجتمع المدني التقت مع كل المنظمات الموجودة في العراق التقت مع هيئات الميليشياوية والأمنية وهكذا تتصرف كما يحلو لها وتتصرف كأنها مندوب سامية عادت الينا صورة برسيكوكس مرة أخرى وربما واحدة من الصور التي تؤكد هذا الخبر الأخير الذي نشره قبل قبل أيام قليلة خلال أسبوع الماضي الخبر يقول أن السفيرة الأمريكية علينا رومانوفسكي السفيرة الأمريكية في بغداد اجتمعت مع وزيرة المالية العراقية يعني هي سفيرة أمريكية تجتمع معها وزيرة المالية العراقية لماذا تجتمع معها؟ لمناقشة بنود الموازنة العامة العراقية يعني ليست بنود الموازنة العامة الأمريكية لا، بنود الموازنة العامة العراقية ناقشها وياها وبعد مناقشتها أكدت دعم الولايات المتحدة لطرق الإنفاق الاجتماعي والاستثماري هذا يجعلنا نساءل ما علاقة سفيرة الأمريكية بوزارة المالية بالموازنة العراقية بطريقة تصريفات الموازنة العراقية وتبارك أو لا تبارك إذن القضية بيدي المندوب السامي المندوب السامي هذا ألينا رومانافيسكي هي المندوب السامي يعني ليش تناقش مناقشة وزيرة في حكومة يقولون إنها عراقية ومستقلة وذات سيادة تناقشها في قضية بنود موازنة عراقية وليست أمريكية وتعلق السفيرة أنه يعني إحنا موافقين وندعم طرق الانفاق الاجتماعي والاستثماري في هذه الموازنة ماذا يعني هذا؟ ألا يعني هذا أن الحكومة الحالية هي حكومة عراقية صرفة فعلا يعني مهم صدعوا رؤوسنا نحن حكومة عراقية مستقلة وذات سيادة ورئيس الوزراء يتحدث رئيس الوزراء العالي وقبله كل رسال الوزراء أن المستقلين ولا أحد يتدخل في قرارنا ولا أحد يحق له أن يتدخل في شؤوننا الداخلية هذا ليس عيبا يعني في أي سياق هذا يمكن تخليه؟ سفيرة لبلد حال حال يعني هل يجوز مثلا السفير العراقي في واشنطن يذهب ويستدعي وزير الاقتصاد أو المالية في بريطانيا هناك إذا عدهم مثله يقعدوا إياه يقول لا شوفني الموازنة والدكم الأمريكية وهاي يوافق عليها وهاي ما يوافق وهاي يقبل وهاي ما يقبل يصير؟ هل يحق للسفير العراقي في بريطانيا أن يذهب بهذا الشكل؟ دعنا من صفراء شكلهم ومن يمثلون الحكومة لكن كبلد هل يحق لنا؟ هل يحق لنا أن نذهب إلى إيران؟ السفير العراقي في إيران يذهب إلى طهران يستدعي وزير المالية يقول لك شوفني الموازنة والدكم وخلي يعني أوافق عليها أو ما أفق عليها أو أيدها أو أدعمها أدعم الاستثمار بيها والخدمي اللي تقدموه هل يحق لنا؟ ما هو؟ هذا السؤال إذن سيادة العراق واستقلاله وهذه ناجزة يقولون وهي في حرز أمين هذا كل كلام هواء في شبك الحقيقي وضع العراقي الآن تحت الانتداب الأمريكي والانتداب الإيراني لأن السفير الإيراني نفس الشيء يتصرف مثل ما يحلو له يلتقوا على الأحزاب بجوز الخارجية الإيرانية يلتقوا على الأحزاب والقوى كلها لكن هل يحق لوزير الخارجية العراقي مثلا بغض النظر عن شكله والحكومة الحالية والحكومات السابقة من عام 2003 لكن هل يحق لي أي مسؤول العراقي أن يذهب إلى إيران ويقف ويقول جبوا لي الأحزاب الإيرانية خل أجتمع بيها وشوف شهدهم معدهم ووجههم؟ يحق لهم؟ هذا جزء مما نتحدث عنه قضية غريبة عجيبة عندما تضع موازنة بينما يتحدثون عنه عن استقلال وسيادة وشخصية مستقلة للعراق في ظل هذه الحكومات وواقع الحال المزري الذي هو تحت الانتداب الأمريكي والإيراني وغير انتدابات يعني ربما تتعدد هذه الانتدابات لكن على الأقل المكشوف على الساحة هذا الذي يحدث وهذا الذي حدث هذا يدلل على أن هذه الحكومة والحكومات السابقة بعد 20 سنة من الاحتلال هي رهينة الاحتلال وهي رهينة بيد من جاءوا بهم وهي من تتصرف بهم والمندوب السامي عادة وفتح مكتبه مثل ما كان عام 920 فهو الآن في بغداد مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة النقطة إلى ذلك الآن أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة